خيرا لكم اهلا احباتي في لحكام المشاهدي الكرام متتبعيني زواري الكرام انا راح بكم في عائلتكم الثانية مع اختكم كوزينة حنان ولا حنان الحنونة فيديو جديد سمحوا لي لظروف طولتا لكم شوية عودة من جديد راح نجعو بقوة راح جادي سوندويتش حلويات لمجات للاطفال بزبزب وصفة تقليدية عجائن مخبوزة ترقبوها باني لحنا رايح نعطيكم طريقة يعني كي ما نقولو لي لام قاعدة على روبوت يا وحكم اي روبوت عندك في البيت مشي شرط هذا يكون اللامة تاعها الاشواغ تاعها حافي يعني ما ولاش يرحي لك مليح اللحوم ولا الدواجين ولا مميدي لك خلطة ولا ليصوص تاني تاع البيتزا اي انواع ليصوص البصلة كلش كلش يعني قاع المواد اللي ترحيها فيها رجع مايرحيش هنا وش نديرو عنا حبيت من القلاس ديري اي عفسة يعني في الثلاجة ولا كيميها العلبة جمدي فيها لاغلاس خليها بعد ذلك وش نديرو نشدو كمية من قشور البيض كيتغلي شدي كمية لبس بها ولا كيتجرحها تقلي تاني البيض ولا ديري عجا ولا مهم قشور البيض شديهم وديريهم في شميسة يزيدوا يبسوا لانا البيض كيتستعمليه تغلي يعني مغلي كوفيه لما يكون شوية هاش ولا تاني تقليه ما يكون هذيك المادة تاعة على البيض اللي من الدخل يكون طري شوي ديري في الشمس حتى يقساح لمدة ساعة زو سوعة شوية شميسة اللي يعني راح تستعملها من القدام كيتدخل لشتاولة تسخنها في الفرن غير شوية قسما يولي قرقش بزيف هو شتوي في هذيك القرمشة بصح كي تزيدي الدخل في الفرن تولي في قرمشة كبيرة غير شوية ما شوي بزيف واحد لعشرة دقائق خمسة دقائق لا اكتر وكيرا هي وقت الشميسة ديري في الشمس ذو سوية تلت سوية تافي بالغرض شدي الروبوت يعك ديري في هل القشور قطع بزيف صغيرا كونت تكطروا يعني تلحة كليا تلحي ولي مددوب قطع بزيف صغيرا كونت تكطروا يعني تلحى كليا تلحى كليا تلحى عاودوا مدد ثلاثين ثانية أو خمسين ثانية تشوفوا هاتف عاودوا نحيو الغداوة وعاودوا وكرروا العملية هبطوا بالسباتشولا هذك الزوائد اللي طلعوا الفوق عاودوا هبطوهم وزيدوا رحي و ثلاثين ربعين ثانية من بعد هنا هنه ورمي وحادي رايح يرجع الموسة بتاعك شوفوا ماشاء الله القرمشة المكونات البصلة كل شليا سوسة بمات خاصة لم ترمي الحبة هكذا يرحيها م ماتو لي جوي من بعد هذا الشيء نفرغه من هذه المكونات وقشور البيض نعقمه ونعطيكم عملية التعقيم من بعد ما نمضيه نشده وحبه ليمون نقطعه غير القشور فيهم شوية تعلب إذا أريد حبيتي تديري القارس كما نعرفو راو شوية بايتامن نديري غير القشور نديري ملعقة صغيرة من صابون غسيل الأواني نصف كأس خل أبيض نصف كأس خل أبيض ملعقة صغيرة ملح أو ملعقة كبيرة نديري ملعقة كبيرة أحسن نديري ملعقة كبيرة ملح ونخلطه نصف كأس ما نصف كأس ما سخن بشكل ما يكون سخون ليس سخون حتى يواسط طاستيك غير شوية ونخلطه نصف كأس طاستيك غير شوية ونصف كأس كأس طاستيك غير شوية لأن السائل يعني كمية يمتع قشور قشور هم غير حبيبات يعني غير حبة مقسومة قطع كبيرة وقليلة تبقى تدور غير في الما ما تترحاش إذا راكم حبينا هي ترحى ديروا رب حبيت خمس حبيت اللي عندكم في المجمد وتعرفوا أنكم يعني راكم يعني كل مرة ديروا كمية لباس في المجمد ديروها بالعكس كي ترحى قاح كليان يولي روها هكدا تانية في بالغرض المهم هنا يخلوه يدور واحدة دقيقة وهو يدور ولا أقل يعني ديرو حبسو شو عودو ديرو بشي تاقب خلوه فيه لمدة واحد نص ساعة وعودو ديروه يمشي تانية ولا تنين ورميوها غير باش يزيد يتعقم كيتخليوها مدم بعد ما رحيتو وغسله ونشفوه ونظموه ونراكم ما تنسونا شبرك باللايك وبرتاج ربير يرضى عليكم إن شاء الله راني نفيد فيكم خويتاتي ووصفة الغريبية راهي جاية ترقبوها بإذن الله تعالى مع السلامة في أمان الله ونحبكم